استكمالاً لسلسلة الإجراءات الجديدة التي ميزت الدخول المدرسي، مديريات التربية تشرع في تفعيل دور المشرف التربوي في الطور الابتدائي، وهذا تنفيذاً لتعليمات وزارة التربية الوطنية القاضية بإدماج العمال المتعاقدين في قطاع التربية. وجدنا أن بعض مديريات التربية رسلت الابتدائيات أو مداراء الابتدائي أو مفتشين المقاطعة الابتدائي، تأمرهم بأن يفعلوا دور المشرف التربية الصهر من الناحية التربوية، من الناحية الإدارية، على السيئة الحاسة المؤسسة. القرار حتى وإن كان سيعملوا على تسوية العديد من المشاكل التي تشهدها الابتدائيات سيما ما تعلق بمرافقة التلاميذ خارج الأقسام، إلى أن طريقة توظيف المعنيين لا تزال غامضة بحكم عدم صدور قانون يفصل في شروط وضوابط التوظيف. تم استحداث هذه الرتبة، كما قلنا، رتبة مشرف التربية في الطور الابتدائي دون أن يكون هناك أي مصد قانوني يحدد مهام المستفيدين أو العاملين في هذه الرتبة مشرف التربية في الابتدائي. إسند مهام المشرف التربوي في الطور المتوسط والثانوي لنظرائهم في الابتدائي، أهم مقترحات النقابة الوطنية لمشرفي ومساعدية التربية في انتظار صدور الصيغة القانونية لتنظيم العملية.